اهلا وسهلا بكم عزيزاتي مرحبا بكم من جديد في مطبخ ليلة كاميد كنتمنى اني نلقاكم بالف خير اليوم غدي نقدم لكم واحد الحليوة او غريبة سهلة بزف 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 من ربع دي المكونات فقط وكتجي معلكة وبلديدة بزف كتتحمقه بصييته وسهلا فختمتها غدي تشوفوا معي المقادير والطريقة وقال منشوفوا المقادير نخليكم مع ضيفة القناة اللي غدي تكون هي حمى الطبخ قانت رائعة وزوينة بزف فتي تعجبكم بزف فيها وصفات متنوعة وكثيرة نتمنى انكم تدعموها ونخليكم مع المقادير اذا بالنسبة للطريقة فنأخذ بول غدي ندير فيه الزبدة الزبدة بنسبة لي كي سونوني كنستعمل الزبدة ديلا بواد يعني بحل المركات اللي كتعرفوا اللي ديلا بواد كنضيف لها اه سكر وغدي نخلط هذه المكونات بجوج حتى كي يوضي خارط واحد كي يوضي بشي بوماد الزبدة دائما تكون في حرارة الغرفل باش نخدموه بها الحلوة باش تجينا سهلة ما تعدبناش في التخلاط ثم نضيف اللوز بودرة نسبة اللوز بودرة هو اللوز مسلوق ومنشف ومطحون بشي يوضي بودرة وغدي نضيف طحين 340 كرام طحين ونخلط هذه المكونات الزبدة ومزيان حتى نحصل على خليط منساجم رطب يعني ليين في اليد محدي انا كنخدموه وحالا قلتي كنعطي هذيك الحرارة ديلا يدي كي يزيدي رطب كتر وكي يزيدي ليين اكتر كنشكل كويرات منهم توسطى كنديرون في الصينية كما كتشوفوا مغدية بورق ديلا الطحي نضيف طحين فران على درجة حرارة 180 ونستفقات الكويرات كما قلت لكم ونضيف طحين الفران على درجة حرارة 180 كيفما قلت ونشعل نضيف طحين الفران من نسبة الفران ونضيف طحين قد تتحرك ونضيف طحين 1 من 4 ساعة وهذه هي النتيجة الحلوة بالنسبة للشكل سنلاقي وحدة فوق وحدة سنستعمل فقط نوتلا نقوم بحالة كوكا نلاقي وحدة فوق وحدة سنعود العملية بالنسبة الغريبة كاملة سنقدمها الصحة والراحة نتمنى انها تكون عجباتكم بسيطة وسريعة وسهلة وتحياتي لكم إلى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات قادمة مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر